موسيقى كان عندنا عقد بمليار جنيه صندوق بمليار جنيه مع شركة التعمير والإسكان وإحنا اختلافنا في الرؤى الحقيقة داخليا حتى جوه أكي من بي في إي وبعضنا شايف أنه الاستثمار العقاري بصفة عامة محتاج نظرة أكثر موضوعية وأكثر بعد نظر وأنا من الناس اللي برى أنا شخصيا يعني برى أنه رغم احتياجات العدد المصريين كتير لوحدات سكنية لكن اللي بيبنى وحدات لا تلائم القوة الشرائية لمعظم أفراد الشعب وبالتالي حيحصل فجوة وحيحصل طباطو وكتير جدا الناس حتخش في الاستثمار العقاري في الفترة اللي جاية دي حتندم إنها دخلت فيه طبعا أنت بتشتري وحدات بغراض الاستثمار وإحنا شايفينا دلوقتي حتى في السوق السنوي أي واحد عنده شواء النهاردة بيحاول يبيحها في أي حتة ما بيعرفش نتيجة إن اللي بينافسه واحد بيدي على عشر سنين ومنجير داون تيمنت والكلام دا كله فأعتقد قطاع العقاري حيشهد بعض الطباطو وكان إحنا ناس بنحترن نفسنا قررنا إن إحنا ما نستكملش السندوق وندي فرصة لآخرين كي يكون عندهم رؤية أكثر تفاؤل الشركة الإدارة عندنا حاجات ممكن نخلش فيها في حاجات خاصة بنسميها opportunistic يعني حطة أرض في الزمالك عايزة مبنى تتعمل يعني ما يبقاش العملية النمطية اللي كل الناس بيعملوها هتبقى عملية انتهاز فرص محددة مدروسة تجمع عليها فلوس وتنتهي بانتهاء بناء المبنى أو العمارة السكنية أو الأوفيس بيلدينج وتنتهي على كده لكن صندوق ووسائق وكلام من ده عليه إجراءات كتيرة جدا عليه رسول كتيرة جدا عليه مقايمين عقاريين عليه شركة إدارة وشركة خدمات إدارة وشركة حفظ وضرائب على اللي طالع وتوزيعات الأرباح وكلام ده كله عملية مرهقة جدا فقررنا يعني إن إحنا نتجه تجاه أخر طيما موسيقى